تونس المقررة الأحد القادم غير أن ما يحصل في تونس قد يجعلها الاستثناء العربي كما كانت الثورة المضادة تخيم على سماء تونس كما الحال في مصر وسوريا وليبيا واليمن والعود على البدء يكاد يكون أمرا مقضيا في هذا البلد سباق الانتخابات الرئاسية في الحقيقة هو معركة بين جهتين منظومة سابقة تريد أن تتموقع مجددا في المشهد السياسي ومنظومة جديدة وأسماء جديدة تؤمن بالتعددية وناظرة أيام وزمن الرئيس السابق أكثر من خمسة ملايين ناخب تونسية توجهون يوم الأحد القادم إلى صندوق الاقتراع محملين بأمال الثورة وأهدافها في تحقيق الحرية والكرامة وبناء اقتصاد قوي يضمن رغدا من العيش الكريم والله إن شاء الله يبشر شد معناها إن شاء الله يعمل perception وإذا قلنات من أن يرون برامج كلها كيف كيف كلها تحكي على تحقيق هدف الثورة كلها تحكي على التنمية كلها تحكي على العدير الاجتماعية إن شاء الله يبشر شد يكون عند كليمه تنقضات بين مرشحي هذا السباق رئاسي تبدو كثيرا في عيون التونسيين تنقضات بين المال واللمال واليمين واليسار والسلطة واللاسلطة وأهم هو ذاك التناقض ما بين الثورة واللا ثورة اليوم لاحظوا من خلال 27 مترشح فيهم المنتسب للنظام القديم وفيهم المنتسب على الديمقراطية وعلى الثورة تونس اليوم هي في مفترق الطرقات بين المضي قدما في منهج الديمقراطية أو الرجوع إلى الوراء رموز النظام السابق في تونس من وزراء بن علي ومسؤوليه يتقدمون في هذه الانتخابات الرئاسية بحضوظ وفيرة لنيل الفوز بعرش قرطاج وفي ذات الوقت ما زال لشباب الثورة التونسية قول وفعل أخرين إن شاء الله الانتخابات الرئاسية تعطينا أعمال جديد إن شاء الله لا تموت كما ميت في مصر كما ميت في سوريا سوريا ليبيا موقعنا شيء قادر كانت تونس نعمل كل خير إن شاء الله تغنى الشاعر نزار القباني بتونس فقال يا خضراء جئتك عاشقا وعلى جبين وردتنا وكتاب إلا أن ما يعيشه تونسيون اليوم قبيل الانتخابات الرئاسية من تغول واضح للثورة المضادة قد يجعل من غدهم ليس كأمسهم غد بلا خضرة ولا وردتنا ولا كتاب الغريب في ذلك كله أن نستبداد الثورة المضادة قد يعود عبر هذا الصندوق رضا البغدادي الجزيرة مباشر مصر تونس ترجمة نانسي قنقر